صار فيه سوء فهم تقريبا هنا نقسم المسألة إلى قسمين هل المشكلة في التخصيص البراند أم المشكلة في التقييم إذا كانت المشكلة في تخصيص البراند هنا المقدم البرنامج يصلا ما يعطوننا المحاور قبل أن نروح للمقابلة في اليوم بودكاست 8 إذا كانت المشكلة في التقييم فهو لأنه أنا تكلمت في الموضوع هذا سابقا لأنه مكرر وما أبي أنطق اسم البراند مرة ثانية حتى ما يكون الموضوع لأنه دقيق مكرر لكن أنا أتوقع وأظن بين المذيع خصص اسم البراند هذا لأنه هو الأكثر شهرة تقريبا الأكثر انتشارا في دول للأمانة اللي هو الألذ الأسهل بس أرجع الآن الموضوع أنت شايف أنت على نفس موقفك أنه يحتوي على مادة الجلايفوس لأنه مادة الجلايفوسيت هذه أتكلم عن الدقيق المستورد بشكل عام ليس للتخصيص على الدقيق المستورد بشكل عام وهنا غالبا دقيق أبيض مستورد دقيق أبيض مستورد هنا يكون بعض الأحيان يكون إذا كان غير عضوي يحتوي على مادة الجلايفوسيت وعلى فكرة صنفتها نادة الجلايفوسيت هذه وكالة الأبحاث للسرطانات على أنها في جروب 2A يعني الشركة في موقع الإلكتروني ردت عليك وقالت أنه الطحين لبيض هذا فاخر وصحيفة السياسة الكويتية نشرت تقرير من الهيئة العامة الغداء والدواء وقالت أنه دقيقنا أيضا خالي من مادة الجلايفوسيت دكتور الخبيزي قال بأن استيراد الكويت للقمح من دول باردة غير صحيح نستورد الأفضل من أستراليا أيضا يعني هو نقض كلامك اللي قلت جملة وتفصيل لا هم خصصوا الدقيقة اللي هو الدقيقة الكويتي هنا وانا أتكلم بشكل عام التخصيص جاء من اللي هو مذيع البرنامج وما كان يفترض أنه فيه تخصيص للموضوع هذا لكن هنا نتكلم عن الدقيق بشكل عام إذا كان أبيض مستورد من دولة باردة هنا يكون فيه احتمالية لاحتوائي على اللي هو المالغلايفوسيت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر